هنتعلم أكلات صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة نموعد يوم معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق التادم وياكم وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة انا موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم بتعلم أكلة جديدة وطرق التادي موياكم وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية عزيزي المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مطبخ السحر النهاردة هنقدم حلقات جديدة هنقدم أصناف جديدة اتمنى تكونوا معنا وفي انتظار مكلماتكم على الكامل الزهرة عندكم على الشاشة النهاردة هنعمل شربة السفود وسيزر سلط بالسفود برضو وبسطة بالسفود واللحمة اللي هي البتيلو المنسيه مع رزي بيزي واول صنف معنا هنعمله شربة السفود مكوناتها ومقادير بتاعتها مية جرام جمباري ومية جرام كلماري ومية جرام سمك فليه ومعلاقة زيت ومعلاقة زبدة وعندنا اللبن بتاعنا وكريم مية جرام لبن ومتين جرام كريمة لبانة وبهارات بتيبقى كسبرة نعمة وملح وفلفل أبيض ومكعب مرأة الدجاج ولو عندنا بهار سمك ماشي بهار السمك بيبقى ايه عشرة جرام نبدأ بالشربة حلقة الزبدة الزيت معنا حلقة بتاعتنا سخنة بتكون سخنة ننزل بالكلماري عشان بياخد سواء أكتر من الجنباري شوية مية جرام بتاعتنا مية جرام اخدتها حميرة نبقى معطيينه مكعبات في حد دي بقى طاقة جغارها مع مكعبات كبيرة عادية ننزل بالجنباري المستحسن بالجنباري بتاع الشربة او الصلاطة او الماكرونات او البسطات دي يبقى اللي هو الحجم الصغير بخلاف مثلا لو احنا عايزين بنعمل الحجم الكبير ده بيبقى للشاوي او للقلي او كده ننزلنا بالجنباري بعد كده السمك الفليه برضو نمعطيينهم قعبات ننزل بيه على المكونات بتاعتنا ننشلها مكعب مرأة الدجاج على فكرة مكعبات مرأة الدجاج بتبقى عبارة عن توابل بتادي مكسب طعم او ريحة للحاجة بلفل الابياند شايفينه هيبوبك بتاخد سوى لان احنا بننزل عليها باللبن وبالحاجة بتاعتها برضو لسه بتاخد سوى تاني ننزل سنة بيون صغيرة اتفقنا ان احنا عندنا حالة البيون او حالة الماء السخنة اللي هي عندنا بتساعدنا في كل حاجة في عندنا الكزبارة النعمة والسفود عمتا او الجنباري والكايماري بيحتاجوا التوابل في بوهر سمك او بوهر السفود كنا بننزل باللبن بتاعنا والكزبارة الخضرة المفرومة الاخر عشان بتدي برضو ريحة كويسة ااخدوا غلوة مع بعض يوم كنا بننزل بالكريمة اللباني برضو بتجد اللون 100 جرام بتاعنا اللي احنا قلين عليه وبنسيبها بتاخد غلوة معانا قبل ما الشربة تاخد غلوة بتاعتها وهي تقريبا دخلة على سوا يعني ونرجع نفكركم بالصنف اللي عملناها اللي هو شربة السفود او شربة فواكه البحر لان احنا ممكن فيه اصناف كتيرة متاحة ان احنا نحطها احنا حطينا الزيت والزبدة بتاعتنا وبعد كده البصلة المفرومة ونزلنا بالجنبري نزلنا بالكلماري الاول وبعد كده بالجنبري وبعد كده بالسمك المكعبات اخدوا تشويحة بسيطة في الزبدة والزيت ونزلنا عليهم بسنة بيون سخنة او بماء السخنة بتاعتنا وبعد كده باللبن اللي هو اللي احنا محددينه اللي محددينها وبعد كده الكريمة اللباني وبتاخد غلوة والمقادير مكتوب على الشاشة قدامكم ممكن برضو تكتبوها وهي تقريبا كده دخلت في سوا ممكن نغرافها ونركنا هيا زي ما انتو شايفين قدامكم تلات كده فيه ناس بتحط برضو فيها جندوفلي وفيه ناس بتحط فيها الكابوريا اللي هي معضم على حسب المكونات اللي معانا او حسب الخام احنا بنتدي نصنع الصنف هي بتبقى شرب ابيضة زي ما انتو شايفين او حصق ابيض طبعا فيها فوايق كتيرة نفس الوقت خفيفة نقصد دي يا حمدات نقصد دي يا حمدات نقصد دي يا حمدات نقصد دي نقصد دي نقصد دي شربة السفود نقصد دي مكوناتها تاني الجنبري والكلمري والسمك والزيت والزبدة واللبن والكريمة اللباني تمام؟ والبهار بتاعنا فيه بهار سمك وفيه بهار السفود وفيه الفلفل الابيض والزعتر والكزبرة النعمة وفيه ناس بتحب برضو تدي الجنزبيل اللي هو الفرش مبشور لو ادي نفسينا برضو بيدي طعم كويس سنين برجحها ورا كده نصنف التاني التاني صنف معنا صلاة السيزر بستفود ما قدرها اللي هو الخاص الكابوتشا خاصايا بمقدار خاصايا كابوتشا 150 جنبري و150 كلمري وفلفل الوان بتاعنا اللي هو بتقطع جوليانات من كل حاجة مثلا ايه؟ 10 جرام وفيه السوس بتاعها فيه السوس السيزر اللي هو المايونيز ويتقلب مع الخله فيه ناس بتحب تديله في الوش بتاعه او في الفرما بتاعته انشوجة وفيه ناس ما بتحبش بس هو مستحب انه هو بياخد انشوجة فاحنا كده كده عاملينه السوس السيزر للسيفود وعيش توست محمص او اي نوع ايش محمص بس فيه التوست اللي هو المربعات بيتباع ممكن يتقطع ويتحمص او يتحمص في الزيت او يتحمص في الفرن وبرده مع التوست وهو هو التوست بناخده نعمل توست بالجبنة بنيديله التومية معلقة التومية عليه وبنيديله الجبنة المتزاليلا ويخش الفرن وفي الاخر في الجرنيش بنيدي زيتون حلقات هلو معنات السؤال احمد اتفضل وعليكم بس ساعة الابراكاتو ساعة الابراكاتو انت عامل هيكل انت عامل هيكل انا حضرتك طيب امورني باش نورتنا كنا عايزين نعرف نعمل اكل اكلة جنبري واكلة كابوريا انا يا حاضر معنا برضو اقولك على حاجات للكابوريا والجنبري بتحبوا مقلي ولا ماشوي لا مقلي انا يا حاضر شكرا واستاذ احمد اتصال هو الكابوريا في ناس بتحبها احنا بنجيب لو جيبنا الكابوريا اللي هي العدم السليمة بنسلوقها وبنيجي نفتح من الدلعين بتوعها بنفتح العدمات بتاعتها بنفتح القلب بنشيل القشرة وفي طريقة احنا بنعملها ممكن بناخد برضوات خضار بصل بخضار الوان وبنعمل لها سوس لوحده السوس ابيض زلبة شاملة كده وبتخش ناخد على الكابوريا بعد ما استلقت وتغسلت وشلنا المية بتاعتها بندى نتبل نديها زعتر وجنزبيل زي ما قولنا وممكن نقوم ندي السوس نازلين عليها تبقى عبارة عن هي جوفت من جوه بندى السوس ده كأنه حشو وبنديله حشو وبننزل عليها بسن الجبنة والزريلة وبندخلها الفرن بالنسبة للجنباري هو بالنسبة للجنباري اللي هو الحجم بتاع الشاوي او القلي يعني الكيلو بيقبى فيه بتاع من اربعتاشر لستاشر واحدة فانت بتجيبوا فيه تدبيلة بنعملها اللي هي المستردة بالبيض وبندي مستردة وبنقدر بضايا وبندي التدبيلة بتاعتها بغارات وبغارات السمك وبنكون فاتحين الجنباري من الظهر وشايلين الراس بتاعته فاتحينه وبطينه سنة وبنبتدي نزله في التدبيلة وبتطلع في التدبيلة على الدقيق مع البغارات بتاعتك وبتنزل بيكون عندك طاصة زيت حمي قالوا معنا يا سيد محمد بتفضل قصيد النور ازيك يا سيد محمد ربنا خليك نور شاشة يا حاد فانا محمد سوري ربنا يا خليك يا سيد محمد ازي سحياتك كل سنة وحضركك طيب كل سنة وحضركك طيب يا سيد محمد ربنا يا خليك كل سنة وحضركك طيب يا ماشي كون عاوزين نسأل بس عن تدبيلة شيش تووك ويتعمل ازاي في البيت. اينان حضر يا زمحمد. موضوع بعيد عن السمك. بس يعني. لا تحت عمرك يا زمحمد. تحت عمرك يا باشا. نورتنا كل سنة وحضرك طيب شوك لانتصالك يا باشا بنولك على تريد الشيش تووك حضر. والشيش تووك طبعا احنا عارفينه بيبقى وراك من الفراخ بتبقى منزوية الجلد. فيه ورك بيبقى كبير وفيه ورك مسلا بيبقى صغير. احنا عمتا بنقطع الورك على اربع قطع وبنتبله صلصة زبادي. بوهارات فراخ سنة توم سنة خل وبنقلب بالمضرب وبندي سنة زيت في الاخر وزعتر وبنسقط فيه وبعد ما نقطع الشيش تووك اربع قطع بنسقطه او حسب الكمية اللي عندنا وبنسقطه فيه وبياخد تدبيلك ويسا وبيوعد شوية بعد كده ممكن نشوكه بقى في السياخ او نعمله على شبكة على الفحم. على حسب اللون معنا هو بيطلع لونه وحمر شوية لان احنا واخدين صلصة مع زبادي على حسب طريقة التسوية واللون. بقى الفانو شوف. دي سيزر باللون بالسيفود وبنديها معلقة من المايونيز مقدر معلقتين من المايونيز احنا قلنا مكونات السيزر اللي هي الخصايا الكابوتشة بتاعتنا. زي ما احنا شوفنا قطعنا الخصايا وبنديها الكريتون اللي هو المحمس او العاش المحمس اللي احنا قلنا عليه. وبنعمل لها اللقمة التوست اللي احنا قلنا عليها اخدت المايونيز او السيل اللي احنا عاملينه او التومية. دهان بسيط كده. وبنديها الجبن عليها. جبنة المتزرلة او الرومي المبشورة او البرمزان. بالمنظر ده كده. وبتخش سلماندر او فرن. بحيس ان هي تاخد وش. زي ما احنا شاكين كده. بمقدار ايديك. بتغطل لقمة التوست. بالجبنة المبشورة بتاعتك. وبدخلها الفرن او السلماندر. دي بتدي طعم كويس بتستعملها في الجارنش. سويا. نحطينا بتدي نقلب. بسينة خل. ممكن سينة المسطردة. فلفل الالوان بتاعنا. ده فلفل احمر. اصفر. طبعا احنا عارفين في المكونات معنا زيتون. ده زيتون بنخليه اخر حاجة على الوش. قطعه حلقات كده. في ناس ممكن تقطعهم قعبات. بالنسبة لطريقة التقديم. كل واحد بيامل حسب برضو. طريقة التقديم لو يحبها. ودوة الكلماري. والسمك. والجنباري. احنا بنسلقهم معادي في مية عادية بنجيب مية سخنة. وهناخد من البيون بتاعنا. وبندي بصلايا مفرومة. وسنة كسبرة من اللي احنا فرمينها. وبننزل بيهم بالحاجات اللي هي كانت متقطعة عندنا الكلماري والجنباري والسمك. بناخدهم سلقة بسيطة قوي. وبنطلحهم من المية. وبنبتل نتبلهم مستردة وكاتشب. وزعتر وفلفل ابيض. دولة اللي بتحطوا ايه? للسيزر. كده احنا بنطبل الخاص. بالكريتون. اللي هو او العيش المحمص التوست اللي احنا. سيزر كده اتتبلت تمام معنا. ننزل بها في الطبق. التقديم بتاعنا. فيه ناس بيستحب بيغرفوها في طبق غويت. فيه ناس بيستحب بيغرفوها في طبق غويت. فيه ناس بتعبوها طبقة اللي هي كده كده. الكطع كبيرة بتاعتي الخاص. فممكن تيجي معاك بالشوك عادي. خلاص. ننزل بالفلفل على الوش. الفلفل مكسبات برضو طعم. وبيدي لون. لان احنا برضو السفرة بتحتاج للالوان. بتحتاج ان احنا انينا تشوف اكتر من لون الاكل اللي قدام. منظر ده كده. تحتاج الى اللون. تحتاج الى اللون. تحتاج الى اللون. بتحضير النوع. هاته التوست. طبعا كده زي لاستطويم الفورم. اخذ وش. الزيتون ناخد عندنا السفود اللي احنا سلقين والمكونات بتاعتنا الجنبري والكلماري والسمك اللي احنا سلقناه وتابلناه نذكركم تاني احنا تابلناه بعد ما سلقناه في المياه بتاعتنا اللي واخده سنة بصلايا وزعتر تابلناه بمستردة وكاتشاب وهلف الابيض وبهار السمك بتاعنا يبقى كده على وجه حسب الكمية اللي بتريحنا اللي احنا قلين عليها معنى جبنة بتاعتنا البرمزان او الرومي تاخد على الوش ودي لقمة الخبز معنات الو محمود اسلام عليكم محمود كل السلام وحضرك طيبة وعليكم السلام ورحمة البركاته وات التلفزيون شوية محمود واتي 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 صلت الثومية صلت الثومية سوف تبصل الزيت عنها أنا أعينها يا حاضر شكراً لكم محمود وأوصيف لك الثومية لكي لا تبصل الثومية نحن الثومية نجيب فصين ثوم أو ثلاثة فصوص ثوم وعندنا خلاط أو الكبة وبنكون مسقعين شوية الزيت بس يسقع في الفريزر شوية أو بنحط إزازة الزيت في الفريزر شوية أو في التلاجة بس والبضاية بتاعتنا برضو بكون في التلاجة كده كده والريد البيت بيبقى في التلاجة بننزل بالتوم وعليه بالبضاية لو مقدار نص لتر زيت بيبقى بضاية واحدة ولو هو بيفصل يستحسن يكون عندنا بطاطسايا أو نص بطاطسايا مسلوقة ديت برضو بتديها ربطة كويسة وتديها قوام كويس ونفس الوقت بتأسترش على الطعم في حاجة فبننزل بالتوم بتاعنا وبعد كده البضاية وبعد كده نشغل الخلاط أو الكبة وننزل بالزيت عليها واحدة يعني زي الشريط كده مننزلش مرة واحدة عشان مرة واحدة هي دي اللي بتحلها نخليها نزلة زي الشريط تمام؟ وبعد كده لو هي بتلعت خفيفة شوية بتديها سنة البطاطسايا لو ما تلقيتش بس هي مع الزيت لو نزل بالطريقة ديت هتربط معاك كويس ومش تحتاج بطاطسا بقى الفا أنا مشافة ديت صارة السيزر خلصنا منها زي ما نقول مكوناتها من الأول خاصة الكابوتشا والفلفل الألوان والسفود نوع السفود اللي عندنا اللي هي الكلماري والجنباري والسمك والزاتون الفليه وجبنا البرمزان وصوص السيزر اللي احنا قلنا المايونيز أو بالمستردة وبتخفى بسنة الخل قد نالها قطعنا الخصايا في البولة بتاعتنا وتابلناها بالمايونيز وبالمستردة نزلنا بالخضار الجوليانات أو الخضار الحلقات على وشها والزاتون الفليه ودي لقمة التوست اللي احنا جرنشنا بيها اللي هي الخبز بالتوم أو التوست بالجبنة برضو بيخش في مكونات الطبقة وفي نفس الوقت جرنش وفي نفس الوقت بيخش في مكونات الطبقة فاصل وأنا عود وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة كديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم بتعلم أكلة جديدة وطرق التادم وياكم وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة كديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم بتعلم أكلة جديدة وطرق التادم وياكم تنو تنو تفسير الأحلام ده علم كبير ولكل حلم دلالة ومعنى وعشان ما بنبقاش عارفين تفسيرها لازم نسأل المتخصص فيها لو عايز تعرف تفسير أحلامك اتصل على خط تفسير الأحلام سبعتاشر ستة وخمسين اجهاض منذر مجرد يبقى الحمل موجود ينزل شوية دم البصاط مع آلام بتخجل تتصل بالدكتور على الهواء عندك أسئلة كتير محيراكي ورحت لدكاتر كتير وقالوا لك مفيش أمل اتصل على خط الدكتور عاصم أنور أستاذ النساء والتوليد والعلاج بالخلايا الجزعية اتصل الآن على سبعتاشر ستة وخمسين واضغطي رقم خمسة لأن صحتك تهمنا وأسئلتك إجابتها عندنا لو نفسك في طفل وبتحلم تبقي أم وعندك مشاكل في الحمل وعندك أسئلة كتير محيراكي في أمراض النسائي والتوليد لو عايز تسألي عن الإجهاض وأسبابه ومشاكل العقم وتأخر الإنجاب اتصل على الدكتور شادي محمد استشاري النسائي والتوليد هيجاوب على كل أسئلتك اتصل على سبعتاشر أربعة وستين واضغط رقم سبعة بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم هناك أشياء يقف أمامها الطب وطرق العلاج التقليدية فالرقية الشرعية حقيقة ثابتة من الكتاب والسنة تعالج الكثير من حالات المس والسحر اتصل على سبعتاشر أربعة وستين موسيقى 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 عدنا موسيقى اتصل على سبعت اكلم موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق التادم وياكم أعزائي المشاهدين ورجنا لكم تاني نوصل مع بعض الحلقة بتاعتنا في انتظار مكلماتكم على أركام اللي ظهر عندكم على الشاشة احنا معنا صنفين تاني البسطة بالسفود أو المقارونة بالسفود وما قدرها بتكون 200 جرام مكارونة سيز باكتة أو ألم أو اللي هي الشريط معلقة زيت ومعلقة الزبدة 20 جرام بصل 20 فلفل ألوان و20 جرام مشروم و20 جرام زتون و150 جرام جنباري و150 جرام كاليماري و150 جرام سمك في ليه و10 جرام دقيق و20 لبن و20 كريمة لباني وفي الآخر برضو 20 جرام اللي على الويش بتبقى الجرنتيرا بتاعتنا الجبنة المتزللة أو التوست بالجبنة والمقادير مكتوبة حضراتكم على الشاشة لو حابين تكتبوها فانتظار مكالماتكم واستفساراتكم تاني صنف معنا اللي هو اللي أحمل بيتيلو الإمانسيه مع الرز الريز بيزي وإحنا حضرين بيون بتاع الرز قدامكم بيبقى عبارة عن اللي هو البصلية المفرومة حطيناها في الزبدة وبعد كده بتاخد اللون بتاعها وبعد كده بننزل عليها بالمية السخنة أو البيون بتاعنا وبنسقط فيها الجزر أو بننزل عليها بالجزر للمكعبات والبسلة وسنة الكوركم عشان الكوركم بيديها اللون بتاعها ده منحضر البيون الأول على اساس بنسقط فيه الرز بياخد الغلوة بتاعته بعد كده بنسقط فيه الرز عشان نسيب الرز ياخد مكانه عبارة من نعمل المكارونس يفود معنا ده كده البيون نزلنا عليه بالرز على حسب مقدار المية كده نزلنا زيب في البيون بتاعنا بنقلب لمقدار المية وبتكون بتبليل البيون بعد ما ننزل بالبصل وبياخد اللون بتاعه بننزل عليه بالمية وبنديله مكعب المرأة وبنديله الفلفل بتاعنا والكسبرة والتوابل بتاعتنا اللي هي الكوركم بتاخد الغلوة نقوم نزلين بالجزر والبسلة وفي الاخر نزلنا بالرز ده كده بنغطيه ياخد غلوة عبل ما ياخد راحته بتكون عملنا مكارونة بالسفود مكارونة بالسفود زي ما قلنا مكوناتها اللي هو البصل او الخضار المفروم والبصل المفروم والمية خمسين جرام الجنبالي والكليمالي والسمك والماشروم والزاتون وبعد كده بننزل بالتاصر بتاعتنا بالزيت والزبدة بنزل البصل الأول البصل المفروم الأول دي كده برضو بالكليمالي نفس طريقة الشربة الكليمالي بياخد سوا أكتر ياخد راحته مع البصل وبعد كده الجنبالي هدي كده السمك الفلي هي التقطيعة فيه ناس بتحب تقطيعة بتبقى برضو كريه أو المكعبات اللي احنا متعودين عليها وفيه ناس بتقطع نفس موضوع الفينجر ممكن يتقطع الكليمالي والسمك بالفينجر سيبهم ياخدوا مع بعض في التاصر واستوه بننزل بمكعب المرأة عشان بتدي اللون بهار السمك أو بهار السفود هدي كده الفلفل بتاعنا الألوان لما يكون يدخل على سوا زي كده بننزل بالفلفل للألوان ويحنا بنكون مجاهزين التقطاعات دي من الأول بحيس إن مش كل شوية أنا عاد أقطع إيه للحاجة طالما هي دخلة معاها في كل الأصناف فبجهز نفسي في الأول دي بتسعيفني في الطريقة بدل ما أخد وقت في كل حاجة لتجهزها لوحدها احنا بنقطع تجهزاتنا الأولانية أو بنحضر حاجتنا اللي قدامنا طالما هي قرية دي دخلة معاها في كل الأصناف فأكيد هنستعملها في كل الأصناف فبتبقى جهزة قدامنا كل ده السوس بتاع الماكرونة الماشروم والزتون واي سفود بنستعمل له الزعتر حالو معانا أم مسلم معانا وسلم حالو تفضلي كل سنونا طيبة سلام عليكم سلام عليكم إزاك يا أم تفضلي إزاك يا حضرتك عاملة إيه إنما عمل إيه الحمد لله كل سنونا حضرتك في اليوم ربنا يخليك ويدكي صحه يا أما ربنا يخليكي مله على أكلات الجويلة دي ربنا يخليكي ربنا يخليكي أمورك وقتي التلفزائي شوية ربنا يخليكي查ك كل سنونا انطيبة كل سنونا انطيبة تسكرون على أكلات الجويلة دي يا شي ربنا يخليكي releases ربنا يديكي الصحه هتديها شكرا هتديها المكونات بتاعتنا كده دخلت في سوا بننزل عليهم بسنة الدقيق على اساس نربط الحاجة او السوس اللي نزل منهم او اي جوس نزل منهم بنربطه بالدقيق عشان ناخد طعم السفوت كله اللي نزل كده ارتبط معنا بالدقيق بننزل عليه بسنة مية او سنة بيون بتاعنا بص على الرز سنة البيون يعني على اساس يبقى السمك بتاعنا ما نقطرش بيون عشان ما يخفش السوس بعد كده اللي بيوزبط معنا السوس والسومك بتاعه كمية اللبن اللي احنا بنحطها عشان اللون لان هي المفروض ان هو ويت سوس سوس ابيض وعندنا الكزبرة المفرومة بتاعتنا زي ما انت شايفين الوان متنسكة مع بعض بنسيب وياخد غلوة على النار سنة عشان ياخد السمك بتاعه قبل ما ننزل بالمكارونا كده حطينا البصل المفروم ونزلنا عليه بالمكونات بتاعتنا اللي هو الكلماري والجنباري والسمك ونزلنا عليه بالماشروم والزتون وبعد كده الفلفل الالوان عشان الفلفل الالوان كده كده ما بياخدش سوا انا بحتاجه السمك ويكون موجود زي ما هو ما يتهريش زي البصل ونزلنا بسنة بيون وبسنة اللبن وتابلنا واتدينا الزعتر بتاعنا واتدينا توابل السمك واخر حاجة كريمة اللباني لان بتربط معانا برضو بتقل ننزل بالمكارونا زي ما قلنا احنا حابين ازباكتي او حابين البنة او حابين المكارونا السويستة او الكواكع فيها نوع مكارونا كتيرة اللي احنا حابينها او البيت عندنا بيفضلها بنحطها زي ما بالمكارونا على السوس ولازم المكارونا تاخد مع السوس غلوة بحيس ينسجم مع بعض وتشرب من السوس نقلبها شوية سيبها تشرب مع السوس زي ما انتو شايفين الالوان اللي انا قلتلكو عليها متناسكة مع بعض ومدية منظر حلو مع السوس الابيض ولو اللون كده يغمق شوية هوللون شايفينه يغمق شوية ممكن ننزل بسن الكريمة اللباني تاني في الاخر الكريمة اللباني ايه برضو بتفتح اللون كده كله نسجم مع بعض ممكن ننزل حالا في الاخر سنة زعتر بسيطة كده السوس تمام خط السمك اللي احنا عايزينه بنغرفه في الطبق بتاعه بنرجع تاني نوس في الطبق من اوله اللي هو المكرونة بالسفود او البسطة في السفود مكوناته اللي هيا كانت الجنباري والكلماري والسمك والخضار البلونزات او الخضار اللي هو مفروم والفلفل الوان مع البصل ده بنسميه خضار مفروم والزاتون والمشروم زي ما احنا شايفين كده المكرونة بتاعتنا دخلتشت معنا ودي التوست بالجبنة او الخبز بالتوم اللي احنا قلنا عليه معنا وبننزل بالجبنة البرمزان او الجبنة الموزاريلا على وش الطبق بتاعنا وندخل الفورن المدة دقيقتين ياخد وش بس جليتان نرجع نشوف الرز بتاعنا ديرو تعليبة تعريبا انا ما ترى داخل عنا سوا زي ما انت شايفين اللون بتاعنا تلع ازاي ده الرز الريزي بيزي رز عادي جدا نفس المكونات بتاعتنا بس سوا بيزيد اللون بتاعنا الكوركم ولون الجزر ولون البسلة فطبعا ميديولون لون جميل زي ما انت شايفين وبيمشي دوت مع السمك مع الفراخ مع اللحمة مع كل انواع على اساس ان احنا مش كله ايه رز عابيض او رز بالشاردة التقليدي دوت حاجة جديدة ونفس المكونات برضه اخر صنف معنا اللي احنا هنعمله شكرا الو اسستي الشيماقة فضالي سالما عليكم سانوة هاتولة بركات لو سامحتي يا سييف عايت اطلب منك طلب اول موري يا سستي الشيماقة عايزك تأمل لنا حلقة للحلويات بعد ازمة اي انايا يا حادي حلويات كلها نخلي حلوات شرئية ايوا انت تقوم مور يا سيكل حلقة خاصة نعملها للحلويات الشرئية لوحدها ان شاء الله من شكرا ان فيها والسلام حضراتيك طيبة نورتينه شكرا ده اللحمة اللي بتلو او اللحمة المنسية السوس البراون او السوس المشروم اللي هنغرفها مع الروز الريزي بيزي بتاعنا واحنا بنجيب لحمة بتلو ده اما لحمة بتلو بتبقى من السمانة او وش الفخدة عشان بدون انسجة وبتبقى ايه سلسة معنا في التسوية على منار لان البيتلو هي لحمة خفيفة احنا عارفينها بتبقى ايه اسهل على منار بخلاف اللحمة الدانية او الكندوس بننزل باللحمة في الطاصة مقطعينها لها المنسيق والتقطيع هي تقطيع اسمها منسية على اسم الطبق بس هو ممكن ان هنقول اللي هي ايه الشرايح بص على الماكران بتاعتنا كده كده طلعت بساعت جبنا زي ما انت شايفيه المنظر كده معنا تي سالم ومحمد فضلي هلو السلام عليكم السلام عليكم لسام حضرك طيبة ايه 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 الهالات الجميلة جديد الحاجات الجميلة جديد ربنا يا خليك ولسام حضرك طيبة وانت طيب يا صيف منور التلفزيون منور السيطة بتراحها ربنا يا خليك انتوا بتفضلوا السفود في رمضان نعم بتفضلوا الاسماك والسفود في رمضان اه والله انا من عسكة الاسماك بتغطي هلف هناء على الله كني خدت بالك من الطريقة بتاعتنا والمقادير مكتوبة عندك وتعرف تنفذيها كويس ان شاء الله لا والله يا صيف تغطي حاجات جميلة يعني والله انت نورت الفيزيون والله نورتينك واللسانة وحضرك طيبة ايه انت طيب في اي سؤال شكرا اتصال وده كده طبق البسطة السفود او البن السفود اللي كانت معانا مكوناتها اللي كان الجنباري والكلماري والسمك والسوس الابيض اللي هو مكوناته كانت اللبن والكريمة اللباني ونزلنا عليها بالماشروم والزاتون وخضر الالوان واخر حاجة كانت الكريمة اللباني وتجيبنا البرمزان او المزرلة اللي بنحطها على الوش وبناخد ديها سلنا جريتان في الفرن. ده طبق اللي كان معنا البسطة. واخر طبق معنا اللي هو المنسي او اللحم البيتلو المنسي اللي احنا قلنا اللحم البيتلو وش او سمانة امتين جرام بناخدهم في الطاصة. وبننزم عليهم بالبصل لحلقات. كده. نذكركم مكونات اللحمة اللحمة اللي احنا قلنا. معنا اتصالوا من معاود. فضالي. وقت التلفزيون. ازايك يا حاجة ازاي صحتك. كل سنة عدريك طيبة. الاتصال اتقطع طيب. ننزل عليها بالمشروب بعد البصل. نزل عليها بالمشروب مع البصل واللحمة. يعني بياخدوا اللون بتاعهم. ننزل عليها بالفلفل اسود. دي بتاخد معنا فلفل اسود. السلام عليك. معنا محمد فضالي. ازايك يا شيف? كل سنة عدريك طيبة. كل سنة طيبة يا شيف. اهلا سهلا. نورتين. بنشكرك على الاكلات السلوة دي. ربنا يخليك ربنا يديك الصحة. امورينة اي اي سؤالة? انا كده يا شيف. بالخلطة ولا بالكركم? اه بالكركم يا شيف. بس عايزة حطله بيبقى ساعات بنجيبه منبرة كده بيبقى محتوطة عليه زبيب وعين جمل وبالكركم. ماشي ماشي. والمكسرات كده كده في ادينا ان احنا نحطها على اي لون. فالنبي قول لي طريقة حلوة وسهلا يا شيف. اينينا حضرت. شكرا عدريك. اي يا سيدي تانيسة نساعة عدريك طيبة نورتينا. شكرا. هو الرز البسماتي بنعمله برضو بصلايا لوحدها بتتاخد في الزيت والزبدة وبننزل عليها باي مكونات ممكن نحطها طالما رز اصفر ممكن في ايدينا المتاح نديله الخضار. الخضار اللي هو اه فلفل الوان او اه جزر حلقات او طماطم حلقات ديت طالما بالرز الاصفر. النمى الخلطة اللي هو كان بيتعامل بالقرفة اللي احنا عملناه ما ينفعش مع اي اخضار. النمى الاصفر او اللون الكابسة او اللون الاحمر هو اللي ينفع مع اي الوان. فاحنا بنجيب البصلايا بننزل بها في الزيت والزبدة. وبعد كده بننزل عليها بالخضار اللي احنا بنقول بننفضله اللي هو الجزر الفلفل الوان اللي هو الاخضر احمر اصفر. والطماطم. وبعد كده بننزل بسنة البيون بتاعنا. وناخد نسيب ده كل ده يغلي مع بعضه. ونتابل الكويس اه التوابل بتاعتنا. وبالنسبة لللون فيه لون ممكن يعمل معنا اللي انت عايزاه اللي هو الزعفران او الكوركم اللي احنا بنستخدمينه يديكي نفس اللون دوت. اللي هو احنا بنقول عليه ابو كوركم دوت اللي هو زي اللي احنا عاملينه. بعد كده بتسيموهم ياخدوا الغلوة جمدة جدا ويغلي لدرجة الغليان. بعد كده بتسقطك بمية الرز بتاعتك اللي هي مسلا بما عادل ايه الكيلو مسلا. وتدي التوابل وبعد كده بتغط عليه والتابعي بيكون الرز البسماتي بياخد مية ازيد من الرز العادي. يعني براحة تكديله مية ما تخفيش ولا هيعجن ولا هيعمل حاجة. دوت اللحم المنسي كده. نزلنا بالبيون بعد ما حطينا الدقيق. نزلنا اول حاجة بالزيت والزبدة بعد كده اللحمة اللي اخدت وشة في اللو اخدت وشة تحمير في الزبدة والزيت بتاعتنا ونزلنا بالبصل للحلقات. وبعد كده نزلنا بالمشروم. وعفرناها او اه تبناها بسنة الدقيق. ونزلنا بالبيون السخن بتاعنا. كده تربط معنا تعمل السوس ده السوس براون اسمه السوس المشروم. ممكن بلاستعمله في حاجات كتير قوي. بس احنا بنعمله على منية كده على اساس بناخد قلنا طعم الحاجة طعم اللحمة او طعم السمكة او طعم الفراخ. بناخده مع الطاصة. الدقيق بيربط كل الجوس اللي نزل من الحاجة. بحيس انه ناخد طعم. ما نعملوش ممكن نعمله الواحدة سوس بوني ونحطه على كل حاجة. بنديله سنة سوس خفيفة. عشان تديني اللون. اللون كده لو غمق معنا شوية وكده كده احنا هندي سن الكريمة الباني. عشان تزبط معنا اللون. الكريمة اللباني طبعا مفيدة وتخش باكلات كتيرة. كده هتزبط معنا اللون هيطلع اللون اسمه براون او السوس البوني. واخر حاجة بننزل بطفية عليه اللي هو عصرة اللمون. او السوس اللمون لانه هو بيقابل مفروض في سنة اللزعان شوية بتاعت اللمون مع اللحمة والبصل بيبقى طعمه جميلة اون. واكلة خفيفة واكلة كويسة. وممكن ايه نعملها. واسرع وقت معين احنا كلنا عارفين ان اللحمة بتاخد سوا ومعاودين اللحمة من اجهزة من اول النهار. لا اللحمة هي ما خدتش مسلا بالزبط. وانا معاكو على الهوة ما خدتش عشر دقايق او او اتناشر دقايق. وتلعت بالمنظر اللي هنت شايفينه ده. والرز بتاعنا برضو ايه? هيعتبر خلاص. بتقليبة. كده الرز خلاص. نطلع الرز كده بنيديله سنة مية واحنا بنقلب الرز عشان ما ينشافش مننا. سنة مية صغيرة وسنة زبدة عشان ياخد اللمعان بتاعه. كده اللحمة خلاص. كده الرز. ما بنيجي نطلع الرز بنيديله سنة المية ولا يعجن ولا حاجة. وسنة الزبدة عشان ياخد اللمعان بتاعه. واي فورمة بتاعتنا اللي احنا نحبها. او ممكن احنا نغرفه. راحته. ده الرز رزي. انا حبيت اقول لكم لغير فورمة. عشان يباني الخضار اللي فيه. انما انتم لو احبين تحطوه في فورمة مشي. عشان تشوفوا. معنا اللحمة بتاعتنا. لو احنا كنا عزين نغرفه معاها ماشي. زين نغرفها لو حديها ماشي. دي منسية ديفو او منسية بالبراون سوس. او سوس المشروم. والسوس ده اصلا. يعني المفروض ان احنا بناخد ايه? سنة اعرز لو احنا غرفينه معا. لو غرفين الواحده برضو. بنيجي ناكل هنحط السوس عليه. كده خلص معنا الطبق ممكن جرنشه باي اغدار. خدامنا. جرنش ده حسب الزوء اللي احنا بنشتغل بيه او حسب الالوان اللي مريحانا اللي نقدر نحطها. وده سوس بوني. يعني هيزهر معنا اي لون هنحطه. كده. بيديرو سلايز الليمون. ان هو كده كده قريدي واخد الليمون. الليمون بيديرو تعم كويس قوي. كده منخص الليمون ناقص لون احمر. ناخد له حاجة من اللي عندنا. تملي نستعمل الجرنش من الحاجة اللي عندنا عشان خاطر ايه مايبقاش تتريمي. وهي كده كده في نفس الوقت ممكن تتاكل. كده خلصنا من الطبق التاني بتاعنا والاخير. ذكركم كونات الروز الريزي بيزي عملناها بالبصل المفروم والبسلة والجزر. اخدوا تلميعة في الطاصة او في الزيت والزبدة اللي احنا قنا عاملينهم. وبعد كده نزلنا عليهم بالجزر والبسل اللي اخدوا سلقة كويس او نص سلقة بياخدوا نص سلقة وننزل عليهم بالمية السخنة البيون. وبعد كده بنسقط الرز فيها ونغطيها ويكون مقدار الرز مزبوط مع المية. وبعد. والمقادير قدامكم عشراش زي ما انتم شايفينها. وبعد كده الصنف اللي بينزل معاها اللي هو اللحمة البتلو او اللحمة الايمانسية بالسوس المشروم واللمون. نزلنا باللحمة الاول جولينات اللحمة البتلو. وبعد كده البصل الحلقات وبعد كده المشروم. وبعد كده نزلنا بسنة الدقيق اللي احنا قلنا بناخد بها الجوز اللي بينزل من الحاجة اللي بتاعتنا سيف اللحمة او فراخ او السمك. وبعد كده نزلنا عليها بالبيون وبسنة الكريمة لما ربطت واللون اللي احنا بنحبه نغمقه ودينا له سنة سويسوس ودينا له في الاخر سنة الكريمة اللباني زبطت معنا اللون وبقال في عنا مشيفة وكل سنونا طيبين وبكرة ان شاء الله في حلقات جديدة وأقول لكم على المينيون اللي احنا عملنا النار نفاصل ونرجع تاني لها موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم متعلم أكلة جديدة وطرق التادم وياكم وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة لها موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم متعلم أكلات جديدة وطرق التادم وياكم وياكم تفسير الأحلام ده علم كبير والكل حلم دلالة ومعنى وعشان ما بنبقاش عارفين تفسيرها لازم نسأل المتخصص فيها لو عايز تعرف تفسير أحلامك اتصل على خط تفسير الأحلام 1756 اجهاض منذر مجرد يبقى الحمل موجود ينزل شوية دم بصات مع آلام فده بتسميه انذار بتخجل تتصل بالدكتور على الهواء عندك أسئلة كتير محيراكي ورحت لدكترا كتير وقالوا لك مفيش أمل اتصري على خط الدكتور عاصم أنور أستاذ النساء والتوليد والعلاج بالخلايا الجزعية اتصل الآن على سبعتاشر ستة وخمسين واضغطي رقم خمسة لأن صحتك تهمنا وأسئلتك إجابتها عندنا لو نفسك في طفل وبتحلمي تبقي أم وعندك مشاكل في الحمل وعندك أسئلة كتير محيراكي في أمراض النساء والتوليد لو عايزة تسألي عن الإجهاض وأسبابه ومشاكل العقم وتأخر الإنجاب اتصل على الدكتور شادي محمد استشاري النساء والتوليد هيجاوب على كل أسئلتك اتصل على سبعتاشر أربعة وستين واضغط رقم سبعة بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم هناك أشياء يقف أمامها الطب وطرق العلاج التقليدية فالرقية الشرعية حقيقة ثابتة من الكتاب والسنة تعالج الكثير من حالات المس والسحر اتصل على سبعتاشر أربع وستين ترجمة نانسي قنقر 청ر birlikte اتصل على استخدام نسي قبل اتصل على المبلسي اتصل على افترض الرياضة افترض 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 تعددت النباتات التي تقوم بالتغذية على الحشرات وتعددت طرق استياد فرائسها وفي هذه المرة تختلف الطريقة مع نبات ندى الشمس أو ساندي سمي بهذا الاسم لظهور سائل شبيه جدا بالندى وارتبط الاسم بالشمس لأنه يلمع في الشمس ويضيء خلال سقوط أشعة الشمس عليه وهو نبات عشبي مستطيل الأوراق يبلغ طوله 150 ملي متر هذه النباتات تنم في جميع أنحاء العالم باستثناء القارة القدبية الجنوبية ويمكن العثور عليها في المناطق الرطبة تستطيع ندى الشمس من صيد فرائسها بطريقة رائعة مثيرة من خلال إفراز رائحة تجذب الفريسة للوقوف على أوراقها اللازجة وعند وقوع الفريسة ترسل إشارات إلى الورقة تخبرها بوقوع فريسة عليها ولا ينضي إلا وقت قصير حتى تقوم الورقة بلف الفريسة بأكملها ثم تقوم بإفرازات تحلل الفريسة وتحولها إلى غذاء لنبات ندى الشمس نجح استخدام نبات ندى الشمس تجارياً حيث يمكن استخدامها في المنازل مقابل النوافذ لصد الحشرات من دخول المنزل عدنا وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة كديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلات جديدة وطرق التادي موياكم وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلات جديدة وطرق التادي موياكم شربة السفود أو شربة فواكه البحر اللي هي مكونة من الجنباري والسمك الفلية والكلماري بننزل اللي بنيديها بالبصلية المفرومة وبننزل عليها بالمكونات بتاعتنا بعد كده بننزل عليها باللبن والكريمة اللبانة وبنسيبها تاخد غلوة مع بعض وبتطلع بالمنظر دوت وبنديها على الوش سن الكريمة الباني تاني صنف كان معانا اللي هو سيزر بالسيفود الخاص الكابوتشا والخلطة السيفود اللي احنا سلقناها وتبلناها الجنباري برضو والكلماري والسمك وبننزل على الوش بغدار اللي هو الغدار الألوان والزتون الفليه وبنديها الخبز بالتوم أو التوست بالجبنة اللي احنا عملناه ودخلناه الفرن تالت صنف اللي كان المكرونة أو الباستة السيفود بالسوس الأبيض أو بالويت سوس كان معانا اللي النهاردة عاملينه بالمكرونة الاسباكتي والجنباري والكلماري والسمك الفليه والزتون والماشروم وفي الآخر بنيديلوه الجبنة المزارلة أو البرمزان أو الرومي حسب النوع اللي عندنا وبندخلوا الفرن بياخد وش شجريتان في الفرن وبيتقدم مع برضو الخبز بالتوم أو التوست بالجبنة تالت حاجة كان المنسي دي فوق أو المنسي بسوس الماشروم اللحم المنسي اللحم البتيلو مع الرز الريزي بيزي اللي هو بالخضار بالبسلة وبالجزر واحنا في انتظار استفساراتكم كل يوم في برنامجكم مطبخ الصحة لان صحيتكم تهمينها وكل سنة حضراتكم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة كديدة موعد يوم معاكم في المطبخ نستناكم بتعلم أكلات جديدة وطرق التادي موياكم وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة كديدة موعد يوم معاكم في المطبخ